طيب يعني هذا القانون تم إقراره إمتى؟ ده اسمه قانون حماية الأثار قانون رقم لأنه في سنوات بعيدة أعتقد أنه كان من الممكن للمكتشف الأجنبي أنه يقتسم مع المصري الأثار المستخرجة ده قانون قديم أوي اسمه قانون رقم 14 لسنة 1912 اسمه قانون القسمة قانون القسمة يعني إيه؟ مش قديم أوي برضو؟ يعني 1912 أيه كان بينص على هذا الاقتسام؟ بينص على الاقتسام في حالة أن المقبرة اللي بتشتغل فيها البعثة الأجنبية ممكن تكون اتعرضت للسرقة قبل كده عن طريق لصوص مقابر عن طريق أي حاجة من الكلام ده مثلا قبل 1912 إذا كانت المقبرة تعرضت للسرقة قبل كده فهو من حق أنه ياخد 50% من إعادة الكشف نقدر نسميها كده بلاش كده؟ كشف لا اسمها إعادة الكشف هي بقى عاد اكتشاف مقبرة لأنها كانت اكتشفت من قبل أو تعرضت للسرقة من قبل فده بيبقى قانون اسمه قانون القسمة والحمد لله ثم تغير القانون ثم تغير القانون أمتى؟ سنة 1951 ونص على إيه؟ ما كانش بقى فيه حاجة اسمها نص إنه ياخده 50% أو ياخده جزء من التماثيل لا الحمد لله سنة 51 توقف تماما قانون 14 لسنة 1912 يعني وإذا تم اكتشاف أي حاجة في الأرض المصرية هي ملك لمصر بالضبط كده سنة 51 اتسمح بحاجة اسمها تجارة العاديات أي تجارة الآثار بمحلات محلات بتبقى مرخصة عليها ترخيص رقم كذا لسنة كذا لصاحبها كذا بيقوم بعملية بيع للآثار وكانت سكلام ده برضو سنة 51 يبيع آثار بياخد فاتورة من المشتري بياخد فاتورة من البائع وده بيستدل عليها طبعا درائب الدولة يعني محلات في مصر محلات في مصر وبعد كده بيطلع على المتحف المصري في التحرير بياخد حاجة اسمها شهادة تصدير بيقول أنا رحت بالفاتورة دي اشتريت القطعة دي من المحل ده وعايز ما يسمى شهادة تصدير يطلع له شهادة يختم له الشهادة الورق دي يدي له الشهادة انه اشتريها من حتة الفلانية مش نتيجة حفر خلصة وإلى آخر ويصفرها بره الكلام ده استمر طبعا في سنة 1970 اسمه اتفاقية اليونسكو اتفاقية اليونسكو لمصر وقعت سنة 1972 هنا ما فيش حاجة اسمها تجارة آثار على الإطلاق 1972 بعد من مصر وقعت على اتفاقية اليونسكو طيب لو حصل انه في حفر خلصة وجمع حفر في بيتهم في أرضهم في مزرعتهم بيعمل صرف صحي وشاء القبر انه هو يلاقي حاجة وبنتيجة الحفر الخلصة ده قدر انه هو يتاجر في هذه الأثار عندنا ولله الحمد في جميع المنافس في مصر سواء كانت برية بحرية جوية سكة حديد بريد عندنا مجموعة مهمة جدا اسمهم مجموعة مفتيشي آثار المنافس يتم الاشتباه في حاجة مفتيشي الآثار يبص عليها لا دي حاجة متاخدة من بزار جديد حاجة ريبليكة حاجة مستنسخ حاجة أجنبي أو سائح يتم السماح بيها خلاص بقى ما فيش مشكلة فإن لم يكن إن لم يكن بيتم التحفظ عليها وبيتعمل عضية ويتحايل بقى لجهات التحقيق والقطعة دي بيتم التحفظ عليها عن طريق النيابة ثم تسلم للمجلس الأعلى للآثار طيب لا قدر الله قدرت انها تسافر بطريقة ما أو أخرى سافرت برا بيحصل ايه عندنا إدارة تسمى إدارة الآثار المستردة إدارة الآثار المستردة دي دي مجموعة متميزة جدا بتتابع حركة الآثار وحركة بيع الآثار في مزادات العالم مزادات العالم كله فبتتابع حركة الآثار بتتنقل من هنا ل هنا بتتبع دي هنا إعلان يتجاب القطعة شوف قصتها تم الاشتباه في هذه القطعة قالوا تعالوا وريني ما يفيد امتلاكك لهذه القطعة وريني ما يفيد تحركك بهذه القطعة يقولوا لا ده أنا واخد معي قدي شهادة التصدير أنا واخدها من كذا 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 أنا قبل اتفاقية اليونسكو أو 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 فالحالة دي بيبان طيب ولو فشل أنه هو يبين أنه دي طالع بشهادة التصدير بورا رسمي إلى آخره على طول الحمد لله الحمد لله عن طريق وزارة الخارجية مكتب في السفراء بتوعنا في الخارج عن طريق مكتب معالي النائب العام وعلاقته الطيبة بمدعي العام في أمريكا وفي إيطاليا وفي فرنسا وفيه فيه فيه الحمد لله على مدار السنوات القليلة الماضية قدرنا أن احنا نرجع تلاتين ألف قطعة خارجت من مصر بطرق غير شرعية ده عدد كبير تلاتين ألف